اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن العزل المنزلي لمريض كورونا ومعانا يا بندق الف سلام عليه عنده كورونا عنده شوية اسئلة عن العزل المنزلي هنحاول نجاوب عليه ان شاء الله في البداية بنرحب ببندق ونقول له الف سلام عليك يا بندق الله يسلمك يا دكتور كان عندي شوية اسئلة ممكن؟ اكيد طبعا اتفضل يا بندق مين في البداية هيحدد انا هتعزل في البيت ولا محتاج مستشفى اللي هيحدد الموضوع ده يا بندق في البداية هو الطبيب لو انت تشخصت ان انت عندك كورونا فالدكتور بعد ما يكشف عليك هو اللي هيحدد حالتك محتاجة مستشفى ولا ممكن تتعزل في البيت وده هيكون عن طريق شوية نقط كده الطبيب طبعا عارفها زي مثلا ان ضربات قلبك ما تكونش اكتر من مية وعشرة معدل التنفس بتاعك ما يكونش اكتر من خمسة وعشرين الاكسجين بتاعك يكون اكتر من اتنين وتسعين في المية ان ما يكونش عندك سرطال لقدر الله ما تكونش سيدة حامل ما يكونش عندك سكر او ضغط ولو فيه سكر او ضغط بس مظبطين مفهمش مشكلة ممكن تتعزل في البيت عادي ما يكونش سنك اكبر من ستين سنة وحاجة كده في صورة الدم الكاملة اللي انت عملتها ما يكونش على اليمفوسايتس اكتر من ثلاثة واحد من عشر ما يكونش عندك سمنة مفرطة ما يكونش عندك نقص مناعة لسبب ما تكون بتاخد كيميائي مثلا او حاجة معينة عاملة نقص مناعة لكن عموما عموما الدكتور بعد ما بيكشف عليك ويلاقي حالتك مستقرة ايا كان الحاجات اللي قلت عليها دي وقالك تتعزل في البيت يبقى ممكن تتعزل في البيت عادي او لو من البداية انت اصلا عندك اعراض بسيطة وزي ما قلنا دلوقتي اي اعراض شبه اعراض البرد بنعتبرها يعني كورونا او بنسميها اشتباه كورونا فانت ممكن تعزل نفسك في البيت عادي طالما الاعراض بسيطة طيب انا في العزل المنزلي ايه الاعراض اللي لو خصلت لازم اروح المستشفى بص يا عمي بوندو لو انت معزول في البيت فالعلامات الخطر اللي انت لازم تروح المستشفى عشان يقيمه حالتك من تاني ويقولوا انت محتاج مستشفى ولا تستمر في العزل في البيت ايه الحاجات دي بقى لو انت درجة الحرارة عندك مستمرة ثلاثة ايام وما نزلتش لو في عندك نهجان خصوصا لو انت قاعد يعني ما بتعملش مجهود ولا حاجة وعمل تنهج لو في ديء في النفس شديد لو طفل مثلا وعنده تشنجات لو في اضطراب في الوعي لو بتكح كحة فيها دم ومن الاخر لو حسيت يا بوندو باي تدهور في حالتك روح للمستشفى او كلمهم تليفونيا الاول وبعد كده روح للمستشفى وهم هناك هيقيموا حالتك من جديد ويقسوا لك نسبة الاكسجين في الدم ويشوفوا حالتك هل فعلا محتاج تتحجز في المستشفى ولا تكمل العزل المنزلي بتاعك طيب يا دكتور تامر ايه هي مواصفات العزل المنزلي؟ اعمل ايه يعني في العزل المنزلي ده؟ اول حاجة يا عام وبندق في العزل المنزلي انك تقعد في قوضة لوحدك قوضة محدش يدخلها وانت ما تخرجش منها الا لو هتروح الحمام يكون لها شباك والتهوية بتاعتها كويسة موبايلك معاك الكمبيوتر بتاعك معاك لابتوب مثلا معاك نت معاك تلفزيون المقاعد في القوضة بتاعتك مستريح ما بتخرجش منها الا لو انت هتروح الحمام فقط لو القوضة دي فيها حمام يكون حاجة كويسة او لو في حمام تقدر تخليه خاص بيك انت لوحدك دي حاجة كويسة طبعا لو مش متاح يبقى ممكن عادي الحمام مشترك بينك وبين اهل البيت عادي خالص وهنقول التعامل معاه هيبقى ازاي؟ طيب انا كده هاكل ازاي؟ بالنسبة للأكل يا عم بندق الناس اللي معاك في البيت بيعملوا الأكل عادي فيعملوا لك أكل معاهم وبعدين في شخص منهم هيكون سليم صحيا مش كبير قوي في السن ما عندوش امراض مزمنة ده اللي هيتولى دخول الأكل وخروجه لك يعني عن طريق انه هيجيب الأكل ده وهيحطه قدام الباب بتاعك وبعدين يخبط على الباب ويعرفك ان الأكل جاهز وبعدين يمشي هو من قدام الباب خلاص انت تفتح الباب بتاعك تاخد الأكل بتاعك وتدخله جوه وتقفل الباب طبعا وانت لابس المسك بتاعك خلصت الأكل بتاعك يا عم بندق الحمد لله يبقى هتشيل الأكل بتاعك الأطباق والمعالق والحاجة الصينية او الحاجة اللي عليها الأكل دي وهتفتح الباب وتعرف الناس ان مفيش حد برة يعني قدام الباب وانت لابس المسك بتاعك وتحط الحاجات دي قدام الباب وتعرفهم عشان يشلوها وطبعا لو فيه أطباق فويل ومعالق بلاستيك وحاجات يعني نستخدمها مرة واحدة وبعد كده نرميها في الزبالة ماشي مفيش يبقى عادي نستخدم الأطباق والمعالق عادي وهقول برضو نتعامل معها ازاي الشخص السليم اللي هو متولي الحكاية دي زي ما قلنا هيلبس المسك بتاعه وهيلبس الجوانتي ويجي ياخد الحاجات دي عشان يحطها في المطبخ عشان الغسيل يغسلها بمية وصابون عادي جدا وبعد كده يقلع الجوانتي بتاعه يحطه في الزبالة ويغسل ايده كويس بالمية والصابون غسيل الايدي بالمية والصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل طيب لو عندي زبالة اتخلص منها ازاي لو عندك زبالة فهيبقى فيه عندك كيس للزبالة موجود في قطك بتحط فيها الزبالة بتاحتك باستمرار لما يقرب يتملي تقفله كويس ولو فيه عندك كحول ممكن ترش عليه من الخارج كده الكحول وبعدين تعرف الناس اللي بره برضه انك هتخرج الزبالة وبعدين تلبس المسك وتفتح الباب وتحط الزبالة بتاحتك قدام الباب وتقفل الباب بتاعك تاني الشخص السليم اللي تكلمنا عنه هيلبس الجوانتي بتاعه وبعدين ياخد الزبالة ويرش عليها من الخارج كولور مخفف او كحول وبعد كده يركنها عشان يتخلص منها مع زبالة البيت وبعد كده يقل على الجوانتي بتاعه زي ما قلنا ويغسل ايده بالمية والصابون لمدة عشرين ثانية على الاقل تمام طب لو انا عايز ادخل الحمام لو عايز تدخل الحمام عم بندق فانت هتعرف الناس بس انك رايح الحمام بحيث لو في حد في الحمام يعرفك فما تخرجش دلوقتي لو حد في الطرقة بس يبعد عشان ممكن يكون مش لابس ماسك او كده انت هتلبس الماسك بتاعك وخلاص عرفت ان الطريق امان لحد الحمام هتروح للحمام وتستخدمه عادي خالص بعد ما تخلص الحمام تغسل ايدك بالمية والصابون كويس جدا كده كده الحمام هيتم تطهيره بالكلور المخفف زي ما هقول بعد شوية لكن انت حاجة زيادة من عندك كده ممكن تاخد بخاخة كحول ترش على اي حاجة انت لما استهى جوا الحمام زي مثلا زرار السيفون زي مثلا المقبض بتاع حنافية زي اكرة الباب وانت خارج وهكذا رش عليهم كحول وخرج من الحمام وادخل قطك ووقف الباب عليه طيب الكلور اللي هيستخدمه الشخص السليم ده هخففه ازاي ويستخدمه ازاي الكلور يا عم بندق هيجيبه الشخص السليم ده من السوق عادي خالص وبعدين هيخففه بشكل يومي يعني ما نفضلش ان احنا نحط الكلور لنخففه المدة طويلة لتاني يوم وتالت يوم لا بشكل يومي نخففه بنحط كوباية كلور على تسع كوبايات مية كده يبقى احنا عملنا المحلول الجاهز عشان نطهر به بنطهر به الحمام عادي الاسطح المشتركة مقابض الابواب اي حاجة مشتركة كده بينك وبينهم ممكن نطهرها بالكلور ده عادي بس طبعا الشخص السليم يلبس جوانتي عشان الكلور ده ما يضرش ايده وبعد ما يخلص يقلع الجوانتي ويحطه في الزبالة ويغسل ايده كويس بالمية والصبون طيب انا معزول في البيت يا دكتور تامر ايه هو الاكل الصحي اللي انا اكله في البيت? الاكل الصحي بتاعك يا حج بندق في العزل المنزلي المفروض يبقى اكل صحي من اسمه يعني حاول على قد ما تقدر تبعد عن الاكل المصنع متجيبش لانشون من بره متجيبش اندومي متجيبش كفتة جهزة على القلي كده وتعملها متجيبش حاجات جهزة من بره وما تاكلش الجاتوهات وشوكولاتات وحاجات من دي كتير السكريات دي انا عايزك تاكل اكل صحي رز خضار بروتينات سواء لحوم او اسماك تاكل خضروات كتير سلطة خضر كتير وتاكل فاكهة كتير لان دي مليانة فيتامينات ودي حاجة مهمة في العلاج زي ما احنا عارفين يبقى اكل نظيف معمول في البيت واشرب عصير طبيعية معمولة في البيت كتير بس ما يفضلش تكون سقعة بلاش تكون سقعة يعني تكون درجة حرارتها معقولة طيب وبالنسبة لاهلي اللي موجودين معايا في البيت اهلك اللي في البيت يا عم بندق مش هيختلطوا بيك اصلا هم مش هيدخلوا الاوضة بتاعتك وانت مش هتخرج من الاوضة توعد معاهم فهم يعتبرت مش مختلطين بيك لكن عموما هم هيتابعوا الارشادات الصحية العادية كل شوية يغسلوا ايديهم بالمية والصابون هيطهروا الاسطح المشتركة اللي ممكن انت تكون لما استها زي ما قلتلك بكلور مخفف هم كمان هيكلوا اكل صحي وفيه خضر وفكهة كتير وبرتينات واكل متوازن البيت كله ككل هيبقى التهوية بتاعته كويسة ممنوع الزيارات في الوقت ده بلاش زيارات خالص اي حد فيهم يعتص او يكح فلازم يستخدم منديل ورقي ويرميه في الزبالة على طول وانت برضو في قطك لو عطست او كحيت لازم يكون في منديل ورقي وترميه في الزبالة بتاعتك اي حد منهم ممنوع ان يلمس بقه او الانف بتاعه او عينه وايده مش نضيفة يعني لازم ايده تكون مخصولة كويس بالمية والصابون وطبعا ممنوع استخدام الادوات الشخصية بتاعتك وده اصلا سواء فيه كورونا او مفيش مش معقول حد منهم هيستخدم فرشة سنانك بلاش الفوطة بتاعتك دلوقتي بلاش الصفد الضوفر ممنوع استخدام الادوات الشخصية بتاعت المريض طيب دكتور تامر لو انا محتاجة اتكلم مع حد من اهلي ضروري اعمل ايه لو انت محتاجة تتكلم مع حد منهم بالشكل ضروري يعني يبقى من ورا الباب ممكن بالتليفون ممكن لو لازم يعني تتكلم معاه فيس تو فيس يعني وشارة كده يبقى تسيب مسافة بينك وبينه مترين تبقى انت لابس ماسك وهو لابس ماسك وتخلص الموضوع بسرعة ما تعودش تتكلمه كتير على قد ما نقدر ننجز الموضوع بسرعة طب السؤال المهم بقى مدة العزل دي قد ايه بقى؟ مدة العزل عم بندق فيها كلام كتير اولا لو انت معزول عشان انت ايجابي كورونا وليك مثلا معاد مسحة فعملت مسحتين طلعوا سلبيتين يبقى خلاص انت كده العزل بتاعك انتهى لكن لو المسحة دي صعب ان انت تعملها وده غالبا اللي موجود المسحة مش متوفرة كتير فهيبقى الوضع كالقاتي لو كان انت عندك كورونا او حتى اشتباه كورونا وعندك اعراض فالعزل بيكون 14 يوم من بداية الاعراض بشرط ان اخر 3 ايام ما يكونش فيهم ارتفاع درجة حرارة وما يكونش فيهم كحة شديدة او ما تكونش الاعراض بتزيد وبشرط انك ما تكونش بتاخد برسي تمول ما تقولش في اخر 3 ايام انا ما عنديش حرارة عشان بتاخد البرسي تمول لا انا اقصد ما فيش حرارة من غير ما تاخد البرسي تمول ففي الحالة دي بتعتبر نفسك ان شاء الله شفيت وما فيش اي مشكلة خالص وتقدر بعد كده تتعامل عادي لكن لو من البداية انت ما عندكش اعراض اصلا لكن عملت المسحة لاي سبب فطلعت ايجابي يبقى برضو مدة العزل بتاعتك هي 14 يوم من ايجابية المسحة الاولى وطبعا الكلام في النقطة دي مختلف عليه كتير يعني ممكن تلاقي ناس يقولك ده الشخص ممكن يبقى معدي لمدة شهر ده الشخص ممكن يبقى معدي مش عارف لمدة قد ايه انا بقولك الرأي الاقرب للعملية الاقرب للصح اللي الناس تقدر تطبقه واللي غالبا هيطبق في معظم الاماكن وهسيب لك الرابط بتاعت المصادر تحت يعني من الاخر 14 يوم من بداية الاعراض بشرط ان اخر 3 ايام تقريبا يعني مفهومش اي اعراض طيب ايه هي الادوية اللي اخدها في العزل المنزل يا دكتور تامر جينا بقى للنقطة المهمة يا عمي بندق اللي هي الادوية اولا لازم تعرف يا عمي بندق ان كورونا ده اصلا مالوش علاج محدد مالوش علاج يقتل فيروس كورونا والعلاجات اللي بتاخدها بتبقى حاجات مدعمة حاجات مساعدة لكن مش اساس علاج فدي قعدة لازم تبقى اعرفها ثانيا المفروض ان مفيش اي علاج بدون استشارة الطبيب ولو على الاقل تليفونيا لكن عموما العلاج عمي بندق اللي بياخدوه في العزل المنزل يعني فهو مثلا فيتامين سي ايا كان اسمه ارس مرة يوميا زينك برضو ايا كان اسمه مرة يوميا بارا سيتامول راس عند اللزوم لارتفاع برجة الحرارة ازيس رومايسين خمسمية وده مضاد حيوي لكذا اس بيتاخد ارس مرة واحدة يوميا لمدة خمس ايام ممكن لاكتيوفورين كياس مرتين في اليوم اسيتايل سستيين متين كياس برضو مرتين في اليوم ده كده العلاج الاساسي اللي تقريبا معظم الناس بتاخده في البيت لو فيه كحة ممكن تاخد دواء كحة زي كوديلار او توسيلار او برونكو تيك لو فيه مغس او اسهال فممكن تاخد فلاجيل خمسمية قرص ثلاث مرات يوميا وممكن تاخد حاجة زي الفسترالجين حاجة مضادة للتقلصات او غيرها فاساس العلاج عم هوندو يعني غالبا هو فيتامين سي والزينك البراسي تمول عند اللزوم الازيس رومايسين وزي ما قلنا حاجات للكحة وحاجات للمغس او الاسهال اللي وجدت طيب وبالنسبة للهيدروكسي كلوركين اللي هو البلاكونيل وبالنسبة للتامفلو والكليكسان والاسبرين انا سمعت ان فيه ناس بتاخد اسبرين عشان نحصل لهم شجلطات والكورتيزون دول موقفهم ايه بالنسبة للهيدروكسي كلوركين يا بندق اللي هو اللي اسمه بلاكونيل فده اصلا مختلف على فعاليته بالنسبة لكورونا وفيه دول كتير ما بقتش تستخدمه دلوقتي لكنه مازال مستخدم في بعض الدول عادي ده غالبا بيتاخد في الحالات المتوسطة وده بيبقى الدكتور اللي قيم الحالة وبيقول دي متوسطة فمحتاجة البلاكونيل او الهيدروكسي كلوركين وهو تركيزه 200 فبيتاخد قرصين الصبح وقرصين بالليل في اول يوم بعد كده قرص واحد صبح وليل لمدة اربع ايام اخرى وزي ما قلتلك ده بيبقى بعد تقييم الطبيب فانت مش هتاخده من نفسك يعني اما بالنسبة للتامي فلو فالتامي فلو اتشال من البروتوكول خلاص كانوا زمان بيدو دلوقتي مش موجود في البروتوكول اما الاسبرين انك تاخده كحاجة للسيولة يعني عشان ما يحصلش تجلطات في الرئة او جلطات عموما فده مش موجود في اي بروتوكول لكن في من الاساس ناس ماشية على اسبرين اطفال اصلا فده هيستشير الطبيب بتاعه هل يكمل على الاسبرين ولا لا لكن واحد مش ماشي اصلا على اسبرين وعايز ياخده كوقاية مش موجود الكلام ده اما بالنسبة للكلكسان بقى اللي هو حقا تحت الجلد عشان برضو تعمل سيولة عشان تمنع جلطات الرئة مثلا فده برضو اللي بيقيم الحالة اللي محتاجاه هو الطبيب فهو برضو ما بيتخدش في الحالات العادية غالبا مش هتحتاجه انت في البيت ده غالبا هيتاخد في المستشفى تحت اشراف طبي وبدواعي استعمال محددة الطبيب هو اللي هيشوف بعد ما يشوف الاشعة المقطعية بعد ما يشوف الحالة ويكشف عليها ويحدد ان دي حالة متوسطة او شديدة ومحتاجة الكلكسان سواء بجرعات وقائية او بجرعات علاجية فده غالبا هيكون في المستشفى وتحت اشراف طبي اما الكورتيزون فبرضو بنيديه في المستشفى غالبا في الحالات الشديدة فقط غالبا في العناية المركزة كمان زي الصليومدرول ده ممنوع ان يتاخد في البيت لازم تحت اشراف طبي كامل في المستشفى فبرضو محدش ياخد كورتيزون في البيت من نفسه كورتيزون زي الصليوبريد هوستا كورتين وليه اسامي تانية كتير طبعا بلاش طيب يا دكتور تامر ابن سالتي معندوش كورونا ولا حاجة بس هو عايز ياخد علاج وقائي ادي له ايه؟ طبعا يا بندق مفيش الكلام ده مفيش حاجة اسمها انا معندش كورونا بس عايز اخد ادوية وقائية مفيش ممنوع يأكل اكل صحي ويعيش حياة صحية ويحافظ على التباعد الاجتماعي وخلاص على كده حتى الفيتامينات نفسها مش مصرح او ممنوع ان هو ياخدها كوقاية مش موجود الكلام ده طيب هو ابن سالتي برضو معندوش اي اعراض بس عايز يعمل تحاليل عشان يتأكد هو عنده كورونا ولا لا برضو يا بندق طبعا ما عندوش اعراض ما يقولش انا عايز اتطمن وهشوف في كورونا ولا لا مفيش الكلام ده عام بندق معندوش اعراض فهو شخص طبيعي ده اصلا اللي ظهر عندو اعراض برد انا نفسي بقوله اعتبر نفسك كورونا من غير اي تحاليل خالص لان هو ده الشائع دلوقتي فلو ظهر عندو اعراض يبقى لنا كلام تاني لكن واحد ما عندوش اي اعراض يعمل تحاليل ليه التحاليل مش مؤكدة اللي مؤكد المسحة والمسحة صعبة اصلا انه يعملها طيب يا دكتور تامر العلاج فيه منه حاجات مش موجودة دلوقتي في السيدلية اعمل ايه لو انت يا بندق حالة ايجابية مؤكدة يعني عملت مسحة وطلت ايجابية ان انت كورونا فكده كده الوزارة وزارة الصحة هتبعت لك العلاج بتاعك لحد البيت او هتدهولك وانت ماشي عشان تاخده في البيت طالما حالتك مستقرة اما لو انت حالة اشتباه وعملت بس التحاليل فطلعت عالية عملت اشعة فالموضوع اشتباه يعني وانت معزول في البيت ومش لاقي انواع معينة من العلاج فزي ما قلتلك العلاج يعتبر عامل مساعد الكورونا كده كده ما لهاش علاج هي كده كده ان شاء الله في الغالبية العظمى بتخفل وحدها فالعلاج مساعد يعني مثلا انت لو ملقتش مثلا في العلاج فيتامين سي مش مشكلة خد الباقي الحاجات الموجودة الزنك والبرستامول والازيس رومايسين وهكذا ملقتش الزنك مش مش مشكلة الاكتيوفري مش موجود خلاص مش مش مشكلة اللي موجود ماشي واللي مش موجود ماشي ده انا عايز اقولك ان لو مفيش علاج خالص غير البرستامول كويس جدا الحاجات التانية دي كلها عوامل مساعدة يعني انت كل كويس وشرب كويس واستريح ان شاء الله هتبقى كويس ومش هتحتاج حاجة تانية احب اقول معظم الناس اللي بيجي لهم كورونا مش بيحتاجوا اصلا المستشفى ومش بيحتاجوا علاج محدد مجرد راحة وعزل وسوايل دافية ان شاء الله الموضوع بتاعهم بيبقى يعدي وبيبقى تمام لكن نسبة بسيطة جدا اللي ممكن يحصل ليهم مضاعفات وزي ما قلنا انت تحس بايه فتروح المستشفى قلناها في اول الفيديو فنسبة بسيطة يعني هي اللي بتحتاج ساعتها المستشفى وممكن يحتاجوا في المستشفى علاجات تانية زي الاكسجين بقى وزي الكليكسان وزي الكورتزون وغيره وغيره ده بيبقى في المستشفى لكن لنسبة بسيطة فقط من المرضى وربنا يعدي الموضوع ده ان شاء الله على خير ويشفي الناس كلها ان شاء الله شكرا لك يا دكتور تامر ولو في حد عند سؤال عن العزل المنزلي يشيبه في التعليقات وان شاء الله الدكتور تامر هيرد عليه تمام يا بندق شكر الله وان شاء الله هعمل فيديو الجاي عن اشعات مقطعية واشعات عادية لمرضى كورونا عشان نبص عليهم كده وده هيبقى موجه للاطباء وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة بقى واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم اشتركوا في القناة